السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا الجديد ان شاء الله بحول الله اليوم هذا الفيديو اخوتي اخترتوا لكم على واحدة الكاميرا التي خرجتها جديدة أصغر كاميرا بثمان رخيص وبجودة عالية لذلك الكل يستطيع تشريه هذه الكاميرا ويبدأ بها مجالاته الناس الذين يحبون الرياضة كاميرا صغيرة يمكنك تقوم بها في جيبك يمكنك تهدسها هكاية بيديك مهم ما نطور عليكم سوف نرى الكاميرا ريفيو خفيف وصورت بها فيديو ومشيت فيديو في الطانوبيل ومشيت فيديو في المتجر ومشيت فيديو في المتجر لتصور بها لكي يتبليكم لذلك الاخوة نبقى في هذا الريفيو الصغير اخوتي اخواتي كما ترى هذه العلبة الكاميرا سوف نحاول نحل هذه العلبة ونرى الخسائس الأجزاء التي تأتي مع هذه الكاميرا أول شيء سوف نرى كاميرا كما ترى أول شيء سوف نرى الكاتالوج ثاني شيء كاميرا فيها الكثير من الخسائس يمكنك تصور بالليل وتصور بها الكاميرا حيث انفواتي وصل الليل الكاميرا تتشعر بالضوء في الجوانب الكاميرا تتشعر بالضوء عندك هنا أول شيء يأتي مع الكابل كما ترى هذا هو الكابل الكاميرا الخاصية الثانية هي تستعملها مع PC وقد تصور بها تصور بها كما ترى يمكنك تردها تكونكتها مع PC فيها كابل USB يمكنك تكونكتها مع كاميرا بيونز هذه كاميرا هي المراقبة يمكنك تديرها في منزل تتراقب أي واحد تتخذ الصورة أو تتخذ فيديو لأي حاجة تحركات قدامها وعندها خصائص لذلك هذا هو الكابل الذي تحتاجه من تشريها الكاميرا هذه تحتاجها الكابل إذا تريد تلسقها أفضل أما إذا تتديرها الكاميرا جيدة للرياضة لذلك ننصح بها الناس الذين تدروا الرياضة وحتى الناس الذين يصوروا فيديوهات أو تضعها فوق بيساة صغيرة ويمكنك تصور بها فيديوهات الثاني هم هذه السيبور التي تأتي معها هذه السيبور سأريكم الطريقة تستعمالها كما ترى هذا السيبور صغير الكاميرا الحجم هو هذا يمكنك تضع الكاميرا هنا كما ترى عبارة على مقبص يمكنك تضعها على سبيل مثال الكاميرا تديرها في الحواجة على حالة ويستطيع الكاميرا لكي ترى الكاميرا في الأخر هذا سيبور يمكنك تضع الكاميرا هنا وتضع الكاميرا ويمكنك تدور الكاميرا بأي تجاه بغيتي الأسفل أو الأعلى أو الجانب أو تدور الكاميرا على هذا الشكل هذا الشيء الذي كان وفي آخر من تتحل العلبة الكاميرا ستخرج لكم كاميرا كبيرة كثيرا كثيرا هذه هي الكاميرا التي ستضعها اليوم كما ترى الصراحة صغيرة كاميرا صغيرة وبجودة عالية سأتعجبكم الجودة وحتى الشكل كما ترى سنحاول الشكل الكاميرا تتكون من أزرار بطونات الزر الأول على سبيل المساعدة كما ترى الزر الأول هو إذا أردت تشعل الكاميرا أو لطفها الزر الثاني هي تتكليكة مرة واحدة تبدأ الفيديو تتكليكة مرة تتلتاق الصورة كما ترى هنا في الجانب الكاميرا هناك هناك من البولة تشعله بالضوء من تضع المودة ليل تشعله بالبولة تشعله هنا تشعل البولة كما ترى ثم نحاول نرى الطريقة كيفية تدرها لسيبور لسيبور هذا يمكنني كما ترى يمكنني لسيق الكاميرا في الحواج في الكعدة هناك هذا كما ترى او لسيقها في مكان آخر على سبيل المثال كما ترى هذه الكاميرا تدرها في الأصبع كاميرا صغيرة يمكنك تصور بها أي شيء كما ترى لسيبور الثاني وهو السيبور تركب هذه الكاميرا على هذا الشكل هذا تركبها كما ترى على هذا الشكل ويمكنك تدور على هذا الشكل أو على هذا الشكل ويمكنك تدور هذا الطرف الأسود في مكان ويمكنك تدور الكاميرا تصور بها أي شيء إن شاء الله في حول الله وصلت المرحلة لكي نرى الجودة لذلك سألت فيديو وصورت في الطنوبيل وصورت لكم فيديو وسط المتجر كينين التي تتبعها الكاميرا صورت لكم المتجر لكي نرى الجودة نتمنى أعجبكم هذا الفيديو المترجمات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا في اول تعليق اشتركوا في الفكر وهذه الكاميرا. ولكن لديكم أسئلة أخرى لا ترددوش. دعوها لي في الكومنتر سنقرأ لكم. بس لكم كان معكم مناصر عيس فلوكس حتى الفيديو الغداء إن شاء الله بحولها في موضوع جديد. السلام عليكم.